بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وفصل الصلاة والتسليم اليوم بإذن الله سنشرح أول درس في مادة الحديث للصف الخابث الابتدائي وفي هذه الوحدة سنتكلم عن ماذا عن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم ماذا نريد أن نتعلم في هذه الوحدة سنتعلم في هذه الوحدة بإذن الله صور من صدقه أيضا صلى الله عليه وسلم أيضا ثمرات الصدق أيضا سنتعرف على حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة صدق النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد إن من أهم صفات الأنبياء الصدق فهم الذين يبلغون عن الله الدين فلو لم يكن صادقين فكيف يأتى منهم الله على دينه وكيف سيصدقهم الناس لذا كان من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام الصدق حتى أنه كان يسمى بماذا ها قبل الإسلام بماذا كان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم حسنتم كان يسمى بالصادق الأمين ومن المواقف الدالة على صدقه ما يلي صور من صدقه صلى الله عليه وسلم إذن الصدق من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام عندما نزل عليه الوحي أين نزل عليه الوحي حسنتم نزل عليه في مكة في غار حرا هناك خاف النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزل إلى خديجة ماذا قالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتقرأ الضيف وتعين على نواب الحق إذن أخذت خديجة رضي الله عنها تذكر بعض الصفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم الصفات أنك تصدق الحديث وأيضا قد شهد له أعداءه بالصدق فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسله رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم لأنهم لم يعحدوا عليه إلا الصدق قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب إذن هم كانوا يعلمون أنه صاد لكن تكبرا منهم رفضوا هذا الكلام ولكنهم ماذا قالوا في البداية ما جربنا عليك إلا صدقا وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في جميع أحواله في جده ومزاحه فقد قال له أصحابه إنك تمازحنا فقال نعم ولكن لا أقول إلا حقا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مازح أحد الصحابة فيقول له يا ذا الأذنين لأن الرجل له أذنين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح لكن لا يمازح إلا بالصدق نجيب على السؤال فكر ما أثر صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قبول دعوته أحسنتم كان له الأثر البالغ في قبول الناس لدعوتي إذن كان الناس صدقون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون دعوته لأنه لم يعرفوا عنه إلا الصدق وأيضا الصدق من صفات المؤمنين لأن الكذب من صفات المنافقين إذن تعلمت أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في جميع أحواله أن من ثمرات الصدق النجاح والأمن في الدنيا والآخرة ثقة الناس وقبولهم لما أقول أيضا أعطوني ثمرة أخرى من ثمرة الصدق اكتبوها لي في هذا المكان وبعد ذلك راجعوا الدرس جيدا ثم أجيبوا عن أسئلة التقويم أسأل الله أن يزيدكم علما وفهما استودعكم الله الذي لا تضيع دائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته